انا اعتقد الفترة اللي جاية وانا اعتقد الرئيس السيسي يعني الحملة وكلامه ويجارك فترة قليلة حقاية ديها لأي حد يجارها انما انا واثق انه هيبدأ يحط مجموعة تعود عشان تفكر ما هي اولويات وخطة العمل في الفترة القادمة وانا هنا برضو عايز اقول حاجة احنا ما ترقناش للعمل السياسي او ملفات السياسية احنا هو قال طبعا احنا في احسن لحظات مصر في ملفاتها السياسية في الاربعين سنة الفترة في الاربعين سنة الاربعين الاربعين سنة اول حاجة احنا الامريكان احنا كنا في اسوأ حالاتنا في الثمان سنين بتاعة الاخ اوباما ويكفي الرئيس المصر يمرحش بيطلب يا الثمان سنين سبعة سنين دي كانت كارثة وانت بتروح بتحجل مشاكل طبعا النهاردة العلاقات مع المانيا هايلة فرنسا هايلتين يعني ما هو فيه برضه كده وكده انما انت ماشي ايطاليا بقدم تريجيني وبدأت تتفك دلوقتي بعد ما طلعت حاجات جديدة ميسكو الحاسب فانت النهاردة مع اوروبا الامور ماشي روسيا هايل عملت مفاعل ان شاء الله 4 فبراير جاية التقرات الاولى من السياحة يعني انت ده تلت الدخل للقوم التاني الجديد هيبدأ يمشي اعتبارا من 4 فبراير فانت انت ماشي برا في الوطن العربي انت النهاردة اصبحت عادة لمصر ده دي تمر اخرى في العالم العربي واصبحت انت القوة الرئيسية واصبح العرب كلهم محتاجين لمصر